السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في أضواء على الأحداث والبداية من الملف الفلسطيني حيث أطلق المنظمون لفعاليات مسيرة العودة على حدود قطاع غزة مع الداخل الفلسطيني أطلقوا على الجمعة القادمة تسمية جمعة الكوتشوك وذلك في إطار العمل على حماية المتظاهرين وتحييد قناصة الاحتلال وقد طرحت النجان المنظمة عدة أشكال للحفاظ على استمرارية المسيرات والاعتصامات السلمية حتى الخامس عشر من أيار المقبل الذكرى السبعين للنكبة وقد أعلن المشاركون عن عدة طرق لمنع الاحتلال من استخدام القنص أو غيره وتشتيت قدراته للتأثير على الجنود بشكل مباشر ومن ذلك إشعال إطارات السيارات لحجب الرؤية عن جنود الاحتلال واستخدام المرايا العاكسة لأشعة الشمس على أعين القناصة وكذلك توفير جرادل لتغطية قنابل الغاز للحديث حول هذا الموضوع أرحب معي هنا في الأستوديو بالباحث والديبلوماسي السابق السيد محمد العربي زيتوت سيد محمد العربي كيف تنظر لهذه الفعاليات الفلسطينية والطرق الجديدة التي يبتدعها الشباب الفلسطيني من أجل أشكال جديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وما يريد الاحتلال الإسرائيلي من وأد هذه المبادرة سلام عليكم مرحباً صراحة عندما استمعت إلى قضية المسيرة قبل ربما أسبوعين ثم شاهدناها الأسبوع الماضي شعرت بأن الذي فكر وخطط للموضوع بالفعل بامتياز وبحكمة وبذكاء كبير أنه في وقت هناك ردة غير مسبوقة من الأنظمة العربية بقيادة سعودية أساساً وطبعاً السيسي أيضاً وفي وقت أمريكا فيها تطرف شديد وظلم عظيم للقضية الفلسطينية بشكل خاص وخاصة مع قضية القدس ترامب يقود ذلك مع سهره السهيوني الذي يقود أيضاً الجوقة حول قضية القدس جاريد كوشنر في هذا الوقت يستطيع الفلسطيني أن يأخذ الأضواء وأن يغير على الأقل بعض الشيء ويحد من الهجمة الشرسة على الفلسطين وعلى القدس وأن يوجه الأنظار إلى مأساة الشعب الفلسطيني وإلى غزة بشكل خاص وبهذا الخصوص تحديداً مسيرة العودة الفلسطينية إلى أي مدى فعلاً استطاعت إعادة الزخم للقضية الفلسطينية ما لا شك فيه أن التكلفة كبيرة يعني عشرين شهيد على ما يبدو ثمنتعش مؤكدين واثنين حسب ما ذكر الاحتلال أصلاً أنه يحتفظ بالجثتين إضافة إلى أكثر من ألف وخمسمائة جريح أن هذه تكلفة كبيرة من ناحية الإنسانية ولكنها بكل تأكيد ثمن يجب أن يدفع في مواجهة الاحتلال والغزو وأعتقد أن هذا الثمن مقارنة مع ما يراد للقضية الفلسطينية هو بسيط جداً بحيث أن الفلسطينيين عليهم في هذه اللحظات التي تتخلى عليهم الأنظمة العربية بل وتتآمر عليهم أن يواجهوا هذه الهجمة أعتقد أن في إسرائيل كثير من المحللين قرأت لما كتبه مثلاً نيوسي بيلين وهو وزير إسرائيلي سابق بحيث أنه اعتبر أن هذه المسيرة هي السلاح السري للفلسطينيين وضمن هذا السلاح الفلسطينيون يبتدعون أشكال جديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وقنص الإسرائيليين من خلال بإطارات الكوتشوك وإشعالها واستخدام أشعة الشمس عبر المرايا العاكسة برأيك إلى أي مدى يعكس ذلك قدرة المقاومة الفلسطينية على الإبداع بأشكال المقاومة هذه مقاومة لا عنفية هذه مقاومة تتجدد بطريقة ذكية على الساحة الفلسطينية طبعا بدأت على ساحات أخرى وفي أماكن أخرى نحن نتذكر مثلا ما حدث في الهند عندما واجهوا الاستعمار البريطاني أو في جنوب إفريقيا عندما واجهوا الميز العنصري ولكن الفلسطينيين طبعا هذه ليست أول مرة هذه المرة فيه نوع من الإبداع الجديد وفيه نوع من الذكاء في إدارة الأزمة وفي تحويل في الحقيقة نقمة الشعوب ليس فقط الشعوب العربية ولكن كثير من الشعوب العالم حتى هنا في بريطانيا في واقع الأمر استمعنا إلى ما قاله زعيم المعارضة وكان له موقف جيد جدا جيريمي كوربين وكثيرين داخل حزب العمال وكثير من أحرار هنا في هذه البلاد الذين في الحقيقة ينددوا بهذا القتل الذي سموه بدون داعي وبدون مقابل للفلسطينيين هذه فرصة لوضع أو محرك هذه الحركة الانتفاضة أنا أسميها لكن بطريقة ربما مختلفة هذه المرة أنه يستمر وخاصة أنها مقررة تستمر إلى غير حتى الخامس عشر من أيار ولكن بالنسبة للقوى الفلسطينية برأيك إلى أي مدى تستطيع هذه المسيرة أن ترسل رسائلها للقوى الفلسطينية هناك مشكلة كبيرة جدا عندما ترى ما يقوم به عباس ومن حوله ومن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية في الحقيقة ليست سلطة لا تمتلك شيء حتى أن أي أحد فيهم يجب أن يتحرك بموافقة الإسرائيليين لكن ما زالوا يحاصرون غزة وما زال يتآمرون عليها مع السيسي ويتآمرون عليها مع آخرين إذن دعنا ننسى السلطة الفلسطينية هناك طبعا المنظمات الأخرى بما فيها منظمة فتح أو جزء بداخل منظمة فتح الذي يعتقد أن مواقفه جيدة على الأقل بحيث أنه يدعم هذا الخط ليس كل منظمة فتح طبعا المنظمات الأخرى بكل تأكيد حماس على رأسها تقود هذه الخطوة طب ولكن حتى السلطة الفلسطينية لا يعتبر موقفها متقدما عندما تطالب وتدعم تشكيل لجنة تحقيق دولية بقتل الإسرائيليين للفلسطينيين على حدود غزة هي كانت تعرف تداء أن ذلك لن يتحقق وأن الفيتو الأمريكي كان جاهزا إذا كانت السلطة الفلسطينية تريد تفعل شيء فستتوقف على أن تساهم في حصار غزة ولتتوقف على التنسيق الأمني مع الصهاينة تتوقف على اعتقال المقاومين في الضفة الغربية تتوقف على إعطاء معلومات بشأن الفلسطينيين لإسرائيل وللمخابرات الإسرائيلية حقيقة السلطة الفلسطينية أنا أراها بتصرفاتها بلغم كل ما يبدو أحيانا من عباس بعض التخبطات عندما وجدناه قبل أسبوعين قبل شهرين أو قبل شهر من ما كانوا يخقال حول القدس لا تستطيع أن ترفض ما يقوله ترامب حول القدس وأنت تقوم بتسليم المقاومين الفلسطينيين لإسرائيل وتعتقلهم في سجونك وتعذبهم هناك يعني هناك حقيقة عار هذه السلطة عار حقيقي على الفلسطينيين ولكن هناك مطالب أيضا من القوى الفلسطينية الموجودة ضمن منظمة التحرير الفلسطينية أن تسرع فتح بالمصالحة الفلسطينية قبيلا عقاد المجلس الوطني برأيك هل يشكل ذلك ضغطا على فتح ومنظمة على قيادة منظمة التحرير للإسراع بملف المصالحة فتح كما نعرف مشتتة ليست تجاه واحد الاتجاه السلطوي هو الذي يقود القرار لأنه هو المدعوم دوليا ومدعوم غربيا ومدعوم إسرائيليا أيضا برغم كل ما نراه أحيانا من انتقادات لعباس لمزيد من الضغط عليه لأنهم يريدون ربما أن يقول له إذا لم تقبل أنت بمزيد من التنازلات فإن سنأتي بآخر سيقبل بذلك ربما دحلان في أدهانهم وهو يتحضر من أبوظبي الفلسطينيين يستطيعون أن يفعلوا الكثير وأعتقد أن هذه الحركة هذا التوجه هذه المسيرة أثبتت أنه ممكن أن يهزوا الكين الإسرائيلي وأن هناك أنا قرأت لجنرالات قرأت لمحللين الإسرائيليين يشعرون بالقلق خاصة إذا ما هاجم كما قال أحدهم 300 ألف مرة واحدة هذا السياج الأمني ومهما قتلت إسرائيل فإن العالم سيذج إذا رأى مئات القتلى أو ربما ألاف القتلى إذا كانت هناك بالفعل محاولة لاقتحام السياج الأمني شكرا لك ابقى معي سيد محمد العربي